الفعل born معناه ولدة بيجي قبله was aware لكن المشكلة في حرف الجر اللي بيجي بعده امتى نجيب بعده in امتى on امتى into وامتى when اول حاجة was aware born in بيجي بعدها سنة او شهر او مكان امثلة توضح الكلام ده he was born in Cairo ليه اخترنا حرف الجر in لانه جاي بعدها مكان يبقى born in بيجي بعدها مكان مثال التاني he was born in April هو ولد في شهر ابريل هنا برضو اخترنا born in لانه جاي بعدها شهر يبقى مكان او شهر او سنة المثال التالت he was born in 1944 هنا برضو اخترنا born in علشان جاي بعدها سنة اما بالنسبة لووز او وير بورن on فحرف الجر in هنا يجي بعده يوم او تاريخ يوم او تاريخ مثال he was born on Friday هو ولد يوم الجمعة يبقى اخترت هنا بورن اون لانه جاي بعدها يوم من ايام الاسبوع كذلك الامر لو فيه تاريخ تالت حاجة was aware born into بيجي بعدها اسم عائلة او عائلة فمثال على الكلام ده هقول he was born into a rich family معناها ولد لعائلة غنية كمان ممكن اقول he was born into a poor family هو ولد لعائلة فقيرة اخر حاجة ودي تركة من تركيات الطالب المتفوق was aware born with ودي بيجي بعدها اسم مرض او اعاقة وبتكون معناها ولد بي ولد بمرض معين مثال he was born with a heart disease ولد بمرض في القلب اشتركوا 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 في القلب